إلغاء العجل الدائم الأبرز 11 مقترحاً أمام حكومة والنواب لحل أزمة الإجارة القديمة أهلاً بكم أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك تستعد اللجنة البرلمانية المشكلة لإعداد تصور تشريعي بخصوص قانون الإجارة القديمة اجتماعاتها مطلع الأسبوع المقبل لإعداد الصياغة حول تعديلات القانون تمهيداً لعرضها للحوار داخل اللجنة الحكومية البرلمانية ثم للحوار المجتمعي والبرلماني بعد الموافقة عليها داخل اللجنة المشكلة لهذا العرض الإجارة القديمة في سبيل التواصل إلى حلول لمشكلة الإجارة القديمة تقدم عدد من النواب في مجلس النواب بعدد من المقترحات ويرصد إصادة البلد أهمها واحد تحديد حد أدنى للأجرى 200 جنيه للوحدات السكنية اتنين حصول المستاجر على 40% من كيمة الشقة حال إخلاءها ثلاثة زيادة إيجار الشقة 10% سنوياً أربعة 400 جنيه حد أدنى للكيمة الإجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاماً خمسة 600 جنيه حد أدنى للكيمة الإجارية للمحلات وزيادتها 10% كل ثلاثة سنوات ستة منح المالك 40% والمستاجر 60% من كيمة الشقة عند تغيير العبد سبعة منح المالك 60% والمستاجر 40% من كيمة الشقة في حال بيعها تمانية 300 جنيه حد أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة تسعة منع توريس الشقك الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة العبد عشرة انتزاء على الشقة كالمغلقة الأكثر من ثلاثة سنوات من المستاجر حداشر إلغاء العقد الدام وتحويل العقد جديد أهداف اللجنة الحكومية البرلمانية أكد الناب أحمد السجيني رئيس لجنة الضرر المحلية بمجلس النواب وعدو اللجنة الحكومية البرلمانية لتعديل قانون الإجار القديم أن اللجنة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف وأضاف أن اللجنة تسعي لتحقيق التوازن بين كافة الأطراف الحل لهذه الأزمة وتحقيق التوازن بين مصلحة المالك والمستاجر دون الأضرار بأي طرف منهما وتابع أطمئن المستاجرين في الوحدات السكنية أن الأحكام الدستورية سوف تحترم والفزع حولها ما تردد عن الإخلاق والطرد غير والد على الإطلاق وكل الملك ستحصلون على مكتسبات بشكل جيد وأوضح أن الحوار بين الحكومة ولجان البرلمانية يستهدف توصول التعديلات متوازنة تعيد الصياغة العلاقة بين المالك والمستاجر ويناقش الاجتماع المقبل للجنة المسودة الأولى تعديلات قانونية اللي جاره قديم بعد صيغتها حيث كانت اللجنة كانت توصلت لبعض المقترحات التي ستعرضها للحوار الداخلي تمهيدا للتوصل لقرار نائي اللجنة تضم وزرات العدل والتنمية المحلية والإسكان وعشف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب واناب أحمد السجيني رئيس لجنة الأدارة المحلية بمجلس النواب والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمستشار عبدالله عصر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ واللواخة للسعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وتعقد اللجنة اجتماعها الثانية مطلع الأسبوع القادم وكانها قد عرضت في اجتماعها الأول بعد الأفكار التي تغضع للمراجعات القانونية الجدير بالذكر أن عدد من النواب البرلمان كانوا كتطرحوا مجموعة من الأفكار الخاصة بحل مشكلة الإيجار القديم وان المقرر أن يعرض مشروع القانون الذي تنتهي إليه الحكوم والبرلمان على اللجنة المعنية بالمجالس النيابية ثم على الجلسة العامة ومن المقرر أن يغضع هذا القانون لحوار مكتبعي قبل مناقشته بشكل نهايي وكان هناك اقتراح بحساب الشكك المغلقة وعادتها للملاك للاستفادة منها وارجع مقدم الاقتراح الفلسفة منه لأن أغلبية الوحدات المغلقة اللجار القديم يمتلكها من ورس المساجرين الأصليين وبعضهم أغلقها ولا يستفيد بها وأن إثبات ذلك يكون من خلال استهلاك المياه والكهرباء لهذه الشكك خلال الشهور أو السنوات الماضية ونص اقتراح آخر على تخصيص صندوق لتنميل غير قدرين وتحديد موارده وطريقة انفاقة ترجمة نانسي قنقر